وجه رئيس الوزراء بتجاوز العقبات امام عملية التحول الرقمي في دوائر الدولة وتطبيقات الحكومة الالكترونية جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة العليا للتحول الرقمية حيث جرت مناقشة واقع الخدمات الالكترونية وتطبيقات الحكومة الالكترونية الجارية حاليا كما بحث الاجتماع في الشراكات الممكنة مع القطاع الخاصة وتقييم مسارات العمل الحالية من اجل رسم خارطة طريق والاستعانة بالتجارب العالمية الناجحة وتشكيل فريق فني من المتخصصين لوضع منهج لمؤسسات الدولة وتطبيقاتها للتحول الرقمية وبين رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع انطلاقة لسلسلة من الخطوات الحكومية لتوحيد عمل الوزراء والاجهزة مبينا انه جاء بعد سلسلة من المحاولات الحكومية التي استمرت 15 سنة ولم تحقق النجاح بسبب غياب الرؤية الشاملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة